اشتركوا في القناة او عمل هو بيتمناه ترقية في عمل مهم او مال قريب جدا بتتمناه انت علشان تغير بها حياتك بمجرد ما تشوف اي حلم من دول او اي رمز من الاحلام اللي اشكرها دلوقتي تعرف ان ان شاء الله في تحقيق الامنيات اللي انت بتتمناها او اللي انت بتتمنيها ايا كانت تعد الفاكهة في المنام احد الرموز المحببة اللي بتشير للفرج بتشير لخير كتير للصاحب الرؤية ربما تشير ايضا لتحقيق امنياتك وتعتبر ايضا من الاحلام المبشرة اللي بتدل على الفرج اه وباذن الله هتكون يعني خلال فترة قليلة جدا وده طبعا اللي يعني بقدر الفاكهة اللي انت هشوفها في المنام بقدر التحقيق امنياتك وده طبعا بشرط ان الفاكهة دي تكون في الموسم بتاعها والفاكهة اه الحلوة افضل من الفاكهة الحمضة الحاملة في المنام من الاحلام المبشرة اللي بتدل على الفرج بعد هم ومعناها ان ان شاء الله في رزق قريب جدا باذن الله وفي تحقيق الامنيات الرأي ايا كانت الكعبة في المنام بتدل على تحقيق اهدافه الرأي وتشير الى الرزق الكثير وحصول الرأي على كثير من الاموال اما اذا كان الرأي فتاة عزباء ده بتدل على اقتراب زواجها من شخص زوما كانة مميزة ارتداء الملابس الجديدة سواء كان الرأي فتاة او رجل رؤية محمودة بتشير للفرج بتشير للسطر بتشير للسعادة بتشير لتحقيق الامنيات باذن ربنا عز وجل ايا كانت حالة الرأي لبس الخاتم في المنام ايضا من الاحلام اللي بتبشر بتغيير حياة الرأي للافضل ربما الخاتم ده يدل على زواج قريب ربما يدل على خطوبة ربما يدل على حمل ولد ربما يدل على وظيفة او مكانة مرموقة باذن ربنا عز وجل رؤية انجاب او حمل فتاة صغيرة في المنام تعتبر من اجمل رؤى اللي ممكن ان يشاهدها الانسان الحالم في منامه لانه بتعبر عن دنيا جديدة وعن حدوث عديد من التغييرات الايجابية في حياة الرأي السمك في المنام للعزباء والمتزوجة هو دلالة خير لما فيه من اشارات رزق كبيرة للرأي ومبشرات لتحقيق الاماني والله تعالى اعلى واعلم من رؤية الانتظار للعزباء والمتزوجة لها دلالة يعني خير يعني حاجات يعني من الرؤى اللي فيها بشرات خير قوية جدا ولذلك لما تشوف البنت العزبانة هي يعني بتنتظر شخص ما في رؤيها في المطار او مجمع حافلات وجي الشخص ده دي معناها ان شاء الله فيه انقضاء لامرها فيه فرج لامورها فيه تحقيق باي شيء بتحلم بيه ايا كان ربما زواج ربما هدف كانت هي بتتمناه ومجرد ما تشوف ان الشخص ده جي تعرف ان ان شاء الله فيه تحقيق امنيتها باذن ربنا عز وجل لما يشوف الشخص ان هو بيقيم الليل وبيقرأ القرآن دي اشارة لاستجابة الدعوات اشارة للتحقيق امنية غالية هو كان بيتمنها ايا كانت اي شخص يشوف في المنام ان هو بيحلم بلية القدر وشاف النبي عليها افضلها صلاته السلام من الرمز اللي بتبشر باستجابة الدعاء بتبشر بتحقيق امنيات الرأي ايا كانت الامنية دي كذلك الامر لما الشخص الحالم لما يشوف في المنام يعني ان هو زهب للعمرة او زهب للصلاة بجوار حجر اسماعيل والباب كان مفتوح يعرف ان ان شاء الله فيه تحقيق امنياته فيه وصول لاهدافه ايا كانت باذن ربنا عز وجل اي شخص يشوف في المنام ان هو ركب في سفينة دي بشرة من ربنا عز وجل على تحقيق امنيها فليها بعد عناه كذلك الامر اي شخص يشوف في المنام اه ان نجاح في الامتحان تعرف ان ان شاء الله فيه وصول اهدافك وفي تحقيق امنياتك ايا كانت الامنية دي حبا في الله ربنا بشاركم كل خير اه ما تنسوش تكتبوا احلامكم اسفل الفيديو علشان نقدر نفيد بها الناس تانية ما تنسوش تشاركوا في القناة تفعلوا الجرس عشان كملكم توصل لاكبر قدرون كمان الناس وللقاء فيديو خارج السلام عليكم ورحمة الله